قال نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باسورة إن القرارات والأوامر التي أصدرها المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة تنهك كاهل المواطن أوضح باسورة في تصريح أن الحكومة اعتادت على اختيار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك أسعار الدولار بالجمارك وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه والغاز والمشتقات النفطية وكان بالأولى بها أولا أن تحرك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين ومعاشات المتقاعدين